شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء وسع جيش الاحتلال انتشاره على حدود ونشر صورة لجنوده قال انها داخل الاراضي اللبنانية وفيديو لتدمير جامع بضيعة يارون الحدودية بالمقابل أعلن حزب الله تصدي لمحاولة التوغذل من بليده واستهدافه لتجامعات الجنود الاسرائيلية بيرين والمنارة ومارغاليوت واطلق صاروخان بلستيان اعتراضن الاحتلال فوق الاخديرة بجنوب حيفا الحرب على لبنان وسعت الشرخ بين المدارس الرسمية والخاصة وزير التربية عباس الحلبي أعلن ان المدارس الخاصة فيها تبلش تعليم عن بعض ابتداء من بكرة التنان أو حتى حضوريا مع تحمل مسؤولية هيك قرار أما العام الدراسي بالمدارس الرسمية فما رح يبلش إلا لـ 24 التاني الجاي نعت الهيئة الصحية اليوم 3 مصعفين كانوا نصابوا بأصف مراكز الأسعاف بجوية ومجدل زون وعيناتها وهيك ارتفع حصية المصعفين اللي استشهدوا بالعدوان لـ 104 شهداء وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال دعوة إخلاق وتهجير جديدة لسكان 25 ضايع بالجنوب بأقضية مرجعيون ووسور وبنت جبال ودعاهم للتوجه لشمال نهر الأولى يعني لشمال مدينة صيدة كفت طيران الإسرائيلي غاراته على الضاحة والجنوب وبالبقاء استهدف حي الجبلية بمدينة بعلبك بضربة بتبعد عن قلعة بعلبك ميات الأمطار بس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر